اشتركوا في القناة 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 سؤال أهل الذكر حياكم الله دكتور سيف مرحبا بكم كما يشرفنا ايضا ان يكون معنا الفاضل الاستاذ طلال بن حمد الرواحي مدرب ومستشار في التنمية البشرية ومعد ومقدم برنامج انت كما تريد حياكم الله الاستاذ طلال مرحبا بكم حياكم الله اذا اعزاءنا نأتي الان الى التكريم الفائز بالمركز الثاني في مسابقة برنامجنا لهذا العام فريق المنومة باء الطالب محمد بن عبدالله بن محمد العلوي الطالب المعتصم بن أحمد بن خميس السيابي أما الفائز بالمركز الأول في مسابقتنا فهو فريق جيم من مدرسة القرآن الكريم بالمنومة أيضا ويمثله الطالبتان سمية بن داود بن سليمان العلوية تفضل يا سمية والطالب مريم بن خالد بن علي بن عرابة وتستلم عنها الطالبة زينب بن تعالي بن خميس بن عرابة تفضل يا زينب شكراً جزيلاً للدكتور سيف والاستطلال نشكركم على حضوركم ومشاركتكم لنا في هذه الحلقة جزاكم الله خيراً قرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً أهلاً بكم من جديد نأتي الآن أعزائنا لدراسة أهم وأبرز الأحكام التجويدية في الآيات الكريمة يقول الله سبحانه وتعالى وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَا في هذه الآية الكريمة يا أبناء نجد أحكاماً تجويدية كثيرة من يبين لي بعض هذه الأحكام تفضل يا غسان وقالوا نعم ما الطبيعي في الألف والواو جميل جداً وتفخيم حرف القاف نعم وتفخيم حرف القاف وتفخيم حرف القاف لماذا؟ لأنه جاء مفتوحاً لأنه حرف حرف مفخم لأنه حرف مفخم وهو من حروف الاستعلاء جميل اتخذ نعم اتخذ حرف الخاء مفخم جميل جداً الخاء مفخمة لأنها من حروف التفخيم التفخيم الاستعلاء نعم والت مهموسة جميل جداً الرحمن نعم اللام مضغمة لأنه جاء بعدها حرف من حرف اللام مضغمة جميل جداً وهو حرف الراء جميل نعم وما الطبيعي جميل جداً مد طبيعي في الألف هنا الرحمن نعم والهمس في الحاء والهمس في الحاء جميل ولدى مدعوب ولدى حينما نقف عليها يبدل التنوين ويعوض بحرف ألف ممدود مد طبيعيا شكرا لك يا غسان من يقرأ لهذه الآية قراءة مجودة من الطالبات تفضلي سبأ خذي ناقل الصوت وقالوا اتخذ الرحمن ولدى بارك الله فيك يا سبأ شكرا جزيلا نأتي بعد ذلك إلى الآية الثانية لقد جئتم شيئا إدى من يبين لأهم الأحكام التجويدية في هذه الآية الكريمة من الطلبة تفضل نعم ما اسمك خذ ناقل الصوت لا قد اسمك أولا الحارث الحارث تفضل يا الحارث لا قد نعم قلقلة صغرى في الدال قلقلة صغرى في الدال جميل جدا لأنها جاءت في وسط جاءت في وسط الكلام جميل وحينما نقف عليها تكون قلقلة وسط جميل جئتم شيئا نعم إظهار شفوي بارك الله فيك يا الحارث إظهار شفوي للميم الساكنة نعم شيئا نعم ما حكم التنوين يا الحارث الإظهار الحلقي لماذا لأنه أتى بعد التنوين حرف الهمزة والهمزة أحد حروف الإظهار الحلقي بارك الله فيك وأحسن الله إليك إجابتك جميلة جدا أشكرك إذن هنا إظهار حلقي للتنوين نقرأ الآية هكذا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا نقول مع بعض لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا بارك الله فيكم الآية الثالثة تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا الأحكام التجويدية في هذه الآية الكريمة أهم الأحكام من يذكرها لنا من الطالبات تفضلي ما اسمك؟ بيان تفضلي يا بيان منه؟ نعم النون ساكنة ما حكمها؟ إظهار حلقي ما حكمها يا بيان؟ إظهار حلقي إظهار حلقي بارك الله فيك لماذا؟ لأن نون ساكنة وبعدها هاء جاء بعد النون الساكنة حرف الها ممتاز ما شاء الله ما هي حروف الإظهار الحلقي يا بيان؟ الحمزة والها العين والحاء الخاء والغين والخاء بارك الله فيك ما شاء الله أحسنتي ما الأحكام الأخرى؟ السماوات نعم اللام اللام ما حكمها؟ شمسية لام شمسية مضغمة بارك الله فيك وتنشق ما حكم النون الساكنة هنا؟ إخفاء حقيقي إخفاء حقيقي جميل جدا الأرض ما حكم لام أل؟ قمرية لام قمرية مظهرة جميل حكم الراء ما هو؟ التفخيم أم الترقيق؟ التفخيم التفخيم شكرا لك يا بيان بارك الله فيك من يكمل ذكرى الأحكام التجويدية في هذه الآية المتبقية؟ تفضلي تفضلي الثالثة خذي ناقل الصوت ما اسمك؟ إسراء تفضلي يا إسراء وتخر الجبال هدى ما حكم الراء هنا؟ مفخمة مفخمة بارك الله فيك لماذا؟ لماذا؟ لأنها مضمومة لأنها مضمومة جميل جدا الجبال ما حكم لام أل؟ قمرية قمرية حكمها الإظهار لماذا؟ لأن جاء بعد اللام أل حرف الجيم والجيمين حرف الإظهار قمرية جميل جدا ما هي حروف الإظهار القمرية يا أبنائي؟ ما هي حروف الإظهار القمرية؟ تفضلي يا بيان تعرفينها؟ ابغي حجك وخفع قيمة ابغي حجك ابغي حجك وخفع قيمة ابغي حجك وخفع قيمة هذه الحروف يا أبنائي إذا ورد حرف منها بعد لام أل فإن حكمها هو الإظهار نكتب هذه الكلمات ابغي حجك وخفع قيمة إذا وقع حرف من هذه الحروف الأربعة عشر بعد لام أل فإن حكمها هو ماذا؟ الإظهار شكرا لك يا بيان نأتي بعد ذلك للآية التالية أن دعوا للرحمن ولدا من الطلبة من يبين لنا أحكام النون الساكنة في هذه الآية أحكام النون الساكنة تفضل الذي بجوار هيثم خذ ناقل الصوت تفضل يا سعيد دعوا نعم إخفاء حقيقي إخفاء حقيقي للنون الساكنة بارك الله فيك بارك الله فيك يا سعيد أترك لكم يا أبنائي دراسة بقية الآيات وأنتم بإذن الله تعالى قادرون على ذلك لأن زمن الحلقة قد قارب على الانتهاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لقراءة كتابه على النحو الذي يرضاه وأن يوفقنا جميعا لأن نكون من قارئي القرآن الماهرين بقراءته أعزائنا المشاهدين بقي لنا من فقرات هذه الحلقة أن نستمع لتلاوة عبد الرحمن ونوف ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أهلا بكم من جديد نستمع لتلاوة عبد الرحمن ونوف تفضل يا عبد الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا أن يتخذ أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا بارك الله فيك يا عبد الرحمن تفضلي يا نوف أكملي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين بارك الله فيكما وأحسن إليكما على هذه التلاوات الطيبة أعزائنا وفي نهاية هذه الحلقة من برنامج كيف تقرأ القرآن الكريم لهذا العام أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل الفنيين والإداريين الذين عملوا معنا في هذا البرنامج كما أتقدم بالشكر الجزيل للمسؤولين في الهيئة العامة الإذاعة والتلفزيون ومركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم لتعاون الجميع معنا على إنجاح وإنجاز هذا البرنامج والشكر موصول لكم أنتم أيضا أعزائنا المشاهدين على متابعتكم لنا مجريات هذه المسابقة طيلة الشهر الفضيل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بيننا لقاءات قادمة بإذنه تعالى وكل عام وأنتم بخير أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القرآن 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 اشتركوا في القرآن